السلام عليكم ورحمة الله ومتطبين قناة خديجة أم فاتيم رحبا بكم معي فيديو جديد اليوم بعيد على الطبخ وعلى الطياب اليوم جيتكم وصفة خطيرة ومفيدة لصحيحة نتحلوا فراسنا مرة هذا العصير هو الساهل ماهل ويعطي نتيجة مبهرة لأنه يجب أن تتحلق فراسك وتتحلق بصحيحتك والشعر ديالك يخسع لك هذا العصير هو ساهل المهل وفي المتناول الجميع وموجود عدنا أصلا في المطبخ ديالنا فكيجي وعر البنات لكي تدوز النهار ديالك بسلام كيف كتشوفوها انتم المواد الخضرة هي حاجة معروفة الصينيين كيستعملوها بزاف ومهلا ينفرصهم فليما لم تظلوا فراسنا وليعجبكم الفيديو دايما تنقلكم تابونا معايا والضغط على الجرس كي وصلكم كل جديد ديالي فضلا منكم وليس امر شكرا لكم كاملين ويلا على الطريقة والمقادر بسم الله على بركات الله هنا عندي كيمية من البقندوس والكرافص وشوية ديال القزبر كيف كتشوفو معايا كيمية كتبقى على حسابكم تومة لغندي الكيمية اللي غادي نديل معها الماء قياس قريبا نصف اترو او خمسمائة ميلي كيف كتشوفو هذا الربا هذا اللي منقيا هم قعد سوف نزيد عليه كال الخل وهذه تفاحة كيف تشوفو اي تفاح كيف مكان يعني حمراء خضراء كيف مكان مكان حتى مشكلة بالنسبة لكيمية راكم كتزيدوا مثلا لا تقدروا اكثر من اطروه مثلا غادي نديروا جوجي لتفاحات وتزيدوا الكيمية ديال القزبر والمادنس سوف نزيد جهد شيء معلقة الخل نتخلص من كل الى كانت بعض الفتريات سوف نغسله سوف نغسله سوف نغسله سوف نقطعه ان شاء الله كيف تشوفو معي هذا العصير اللي يأتي غزال من بعد ما غسلته سوف نقطعه عندي فقط المونينيكس وما سوف ندير سكر بصفاء نهاية هذا العصير هذا العصير سوف نغسله سوف نغسله سوف نغسله مستحب سوف نغسله بقشور البودور سوف نصفيها لم يكن لديكم مشكلة مع الالياف سوف نطحنها جيد بلا ما تصفيها لديكم مشكلة مع الالياف سوف نصفيها ما عنديش أنا مع الالياف هذا العصير كيف قلت لكم اللي هو كيعطي نتيجة مبهرة وكيستعملوه بعض الفنانين فنانات بدون ذكر الأسماء سوف نجيب المونينيكس سوف نقطع فيها هذا الربيع هذا سوف نستطره كيف تشوفو ديال الماء بغيتو تديرو أكتر تديرو مثلا يطروا للضعف وضعفو الكيمية سوف نقطع هذا الربيع سوف نقطع بشكل عشوائي سوف نطحنوه هذا العصير سوف تشربوه وقت ما في الصباح في العشية عند النوم وقت ما بغيتو تشربوه سوف تبقى في الثلاجة حتى مدة خمسة في الثلاجة سوف نقطع هذا الربيع قشرة قشرة مهمة ولكن سوف نصفي سوف نضيف سوف نضيف الماء سوف نضيف الماء بغيتو ونضيف الماء ونحن نعرف الصينيين يستعملوا هذه المواد الخضراء ونرى شعرهم ونضيف الماء ونطحن هذه المواد نطحنها مزيان كل واحدة عارفة الموني نيكس ديالها كيف يعني غنطحنوا مزيان البنت وغادي نصفيه وكيف قلت لكم مرة اخرى الى ما عندكم مش مشكلة مع الالياف يعني ديال القشور غادي بقى شي شوية يرقيق بزيف فشربوها ككنة احسن فهو مفيد للصحة عندكم مشكلة وليش حاجة صفي وفيش صفايا اللي هي رقيقة كيف غادي تشوف معنا غادي نصفيه صافي كيف قلت لكم ندير بالنسبة الى ارقام واحد جوج ثلاثة حتى نوصل حتى الخمسة حتى تحليه مزيان هاد هاد المكونات هاد كيف كتشوفو راه تبقى البنات حتى المدى حتى الخمسة يام فتلاجة متوقع لي اتشي حاجة يعني شربوه في الصباح شربوه في العشية شربوه من اللي تبغي و تنعسو كيف ما بغيتو تديرو المهم راه مزيان وكي خليك بغيت تكوني ناشيطة يعني تدو زي نهارك مزيان ومكتحسيش بالعيوم مكتحسيش تب حاجة هاد العاصير مزيان بزاف يعني راه كي نفع وسهل ومتواجد في اي دار كيف قلت لكم غير مكلف بالمرة وموجود هنا ها هو طحنه كيف كتشوفو معايا يعني الطحن مزيان وغادي نصفيه ان شاء الله غادي نجيب الصفايا وغادي نصفيه معاكم تشوفو هيا نجيب الصفايا وغادي نصفيه وغادي نصفيه في الطريقة هادي شوفوه البنات غير اللون دياله يا سلام اه بالنسبة المكونة البنات هنتوجد عندي غير القصبرون من النصور كرافس اللي هما خضرين كان عندكم الساباني غديروا منها شوية اي حاجة خطره وديروها واحد الحاجة اخرى اللي كتجي البنات خطيرة وخطيرة وخطيرة كي اللي غادي عرفها كي اللي ما غادش يعرفها وكي ربما يكون عاطية اسم اخر هدك زرع اللي بنات زرع 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 بتيكون مازال هدك الخلفة دياله رقيقة وبقى خضراء تهوى ديرو منه راه خطيرة لبنات زوين بزافة لبنات يعني حاولوا تديروه راه كنصحوبي الاطباء الخبراء ديال التغذية كنحاول هاك كنهبط هدك العاصير نخلي كنهد البذور هادي بقلفه كيف كتشوفوا معايا بها الطريقة هادي وهدو البنات بإمكانكم يعني اللي بغايت تحتاجه مكعبات تديروه المجمد وتديروه من وجهكم تحتاجهم يعني لوجهكم منطع فيخ كتديروه تيجوزوين انا ما غادش رميهم ان شاء الله نديروه المكعبات نديروه في المجمد يعني كتكون عينيكم منخفخين ولا شي حاجة ولا هاكلها فكتديروهم وصالحين بزبت الحاجة نحنا عارف انه المعدنوس يعني راه كي يصلح بزبت الوصفات صافي غادي نكمل كل شي بها الطريقة المهم صافيه كامل هكا شوفوا البنات متحولوش تعكزو على هاد العاصر ديروها البنات وتفكروني ان شاء الله فهو مزيان اول شي بعد اكين اللي عندو الحصة او لش حاجة في الكلاوي راه مزيان بزاف المعدنوس احنا عارفينو مزيان الكلاوي ومزيان ش حال من حاجة كيف قلت لكم بغا نحسافظ بهاد البقايا اللي غنديروه مكعبات وانديرها في المجمد وقت محتاجيتها غادي نجبتها شو يعني بلا ما انتحجمها الضياح كيف قلت لكم مره مره انساني حاولي تهلاف راسو شو مره عدم توازون التغذية في الجسم تسبب مشكل كبير كبير هذا هو اللي يعاني منه تقريبا اغلبية ديال النساء انتو ما شو كيف اش كي يجي غير اللوين ديالو كل شي كي يجي رائع المنات كنتمنى يعجبوكم الفيديو هات ديالي دايما انتا نقول لكم ايلا اعجبوكم الفيديو هات ديالي اعجبوكم الفيديو وصحابك كيتبو مفايدة على الجامع انا كنتجيكم دائما البساطة كنتمنى نكون كنفيدكم يا ربي كيف قلت لكم انا هذرت نسيطر دى الماء انا دى التذكير غادين نجيب قرعة فاشغل لنحتافة بيه وغادين نقرعة ديالساج طبيعة الحل وغادين نحتافت فيه اللاجاء بامكانكم تحتافته بيه حتى المدة الأسبوع لكن انا اتيغنستيطر انا غير يوم يومين هكاكا صافي غادين انساليه وصافي هو هذا العصر دينا كنتمنى يشوفكم الفيديو دي اليوم او الفكرة دي اليوم بقالي نقولكم الى فيديو قادم باذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة